يا أغاية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله مرحباً مرحباً جداً كلما أذهب إلى المدينة منورة وأرى هذا المكان أتفاق أن أتفاق أن أتفاق ما حدث ذلك مرحباً 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 إلا الله مرحباً أرى مرحباً أمنا مرحباً مرحباً و مرحباً مرحباً وقال مع مؤاد. وقال مع مؤاد، من الملاد المكان من المنورة مع المنوعات المعادة السببية وقال مع مؤاد، من المسجد إلى المدينة المنورة المنورة. اليوم، اذا pergi وابتها لأنه في اللي بل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتًا مع معذ يجدت أنه مُحرًا بنسجه ورسلت الانه و اسه طبعا من مدينة منورة مغرب إلى مدينة وقاحا في هذه المرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاحا و درم و تلقي معذ وقاحا في معذ وضع مغادرًا من المسجد إلى مدينة وأقوبنا یہاً لحق كالي كانت محق الأن التي معذت معذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلال المجال ونعرفت أن هذا أن كل صحابي كل قصahren دعوه أنه كان أجل معلومة مرضي صلى الله عليه وسلم كل قصر يدرس بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته كل قصر ردوهم أنه يمكن أن يطرس رسول الله لكل شيء وكل شيء تبدو أن المعظفة ستجهة مع رسول الله في هذا منذ رمضي مع رسول الله آقافة إلى المدينة و رسول الله صلى الله عليه وسلم He just turns and says, Ya Mu'adh, Asa alla talqani ba'da ani hadha. He says, Ya Mu'adh, We will not meet again after this year of Mu'adh. Imagine, imagine the feeling that Mu'adh would have had at that moment When Rasool Allah S.A.W. is telling Iman that these guys would die for. Every companion would die for Rasool Allah. Every companion would want to be in front of Rasool Allah عندما كان سمارات وعرات هم مثل طلحة عندما كان في العهد عندما كان يسأل في العهد وهم كانوا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألت أشياء قالوا يا رسول الله اليوم، أنا لأسك تكون مهدفة وكل كالأسك سمارات رسول الله طلحة سألت وقامت تهى في حسنه كانت حبسة لمعهدفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كانت تحبات المشاهدة تخ想 أنه حتى الله أعلم بأن الله قرأت ان الله مدى أعلم أننا جميعا اج الصدقات ارى بعد هذا التالي تظاهره أن معاذ كان منا زمن من سوى مدينة من هو لسوء الله وارف من جلد هذه الشخصة لم يأشعروا من رسول الله لم يكنون إليس من سوى مهات ويهاتف وقاللالي أنقف صلى الله عليه وسلم قاله لَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي وَ بِقَبْلِي أنت أمع مُعَذ وَبِينّ مُعَذ منا جاءُ توصلت أني مُعذ مجد وَ ظاكُي ومعذ مزول إلى نبش معذ مزول إلى نبش مرح مزول إلى نبش يا رسول الله هل هذا الأخير التي أرى أنني تكن لأيك؟ هل this it؟ وقاللالي أنقف صلى الله عليه وسلم مزول إلى نبش knowing that Rasulullah صلى الله عليه وسلم would never see Muad again. And when Muad gets onto his ride and begins to ride he cries his journey to Yemen knowing that the eyes that Allah had bestowed to him had seen Rasulullah for the very last time. When Muad returned, he came and he saw the masjid of Rasulullah. He saw the grave of Rasulullah. He no longer saw Rasulullah. This was a man who was hurt. A man who was in pain. These were all subtle indications towards the fact that Rasulullah صلى الله عليه وسلم would no longer be amongst the Muslims.